يعقد المجلس الوزري العربي للكهرباء اجتماعا طريقا لمناقشة تطورات وثائق حوكمات السوق العربي المشتركة للكهرباء وللمزيد ينضم إلينا من الجماعة العربية محمد أبو عيتا مراسل أكسترانيوز إليك محمد نعم دعوة تحياتي بالفعل بدأ الاجتماع في تمام الحديثة عشر صباحا عبر تقنية الفوديو كونفرنس الذي يجمع وزراء الكهرباء العرب تحت مظلة الجماعة العربية وقد استبقى هذا الاجتماع بالأمسل أحد اجتماع آخر على مستوى اللجان النوعية ولجنة الطاقة المشتركة الخاصة بجماعة الدول العربية لتدارس عديد من الأسباب والعناصر الفنية الخاصة بإمكانية تكامل اقتصادي عربي في المستوى أو على مستوى الطاقة تحديدا تعلمين دعاء أن موضوع الطاقة يشغل العالم أجمع وبالطبع يشغل كامل الدول العربية وتعلمين أيضا أن هناك دول عربية باتت تعاني خلال الخمس سنوات الماضية من عجز كبير في امدادات الطاقة وخاصة الكهرباء لديها ومن أهم هذه الدول دولة لبنان وأيضا العراق التي تحدث بها انقطاعات متكررة للطاقة على مدار اليوم في عديد من المحافظات العراقية وبالتالي فإن الجمع العربية دخلت في إطار هذا الحيث في خلال الثلاث سنوات الماضية لبلورة موقف عربي مشترك تجاه التكامل الاقتصادي الخاص بالكهرباء وبدأت في إعداد بروتوكول تعاون وقع عليها في العام 2017 أربع عشرة دولة ومن ثم وصلت عدد الدول التي وقعت حتى الآن على بروتوكول التعاون هذا إلى ستة عشرة أو ستة عشرة دولة حتى اللحظة وأما عن اجتماع اليوم الطارق فهو يأتي استكمالا لكل هذه المنجزات وكل هذه الاجتماعات التي حدثت على مدار الخمس سنوات الماضية لبلورة تكامل اقتصاد عربي وسوق اقتصادية عربية مشتركة في مجال الكهرباء تحديدا وبالتالي فهم الدول العربية وعلى مستوى وزراء الكهرباء المعنين يناقشون اليوم هذه الاتفاقية العامة التي تنظم السوق العربية المشاركة في مجال الكهرباء ويتوقع أن يتم الموافقة عليها باعتبار أن أغلب الدول العربية وقعت بالفعل على يعني البروتوكولات التعاون المنظمة لهذا المجال تحديدا تعلمين أيضا دعاء بأن بلورة اتفاق عربي يتضمن إجراءات في الفترة المقبلة لتصدير واستيراد الكهرباء بين الدول العربية يحتاج أيضا لمعرفة فنية وقدرات نقل وتشغيل وإدارة محطات الكهرباء وهذه القدرات موجودة لدى دول عربية كثيرة ومن أهمها مصر كما أيضا أن هناك دول عديدة في القطر العربي تحتاجها ومن هنا يأتي فكرة التكامل والتعاون ومن هنا أيضا تتوقع جامعة الدول العربية وتستبشر خيرا في أن يكون هذا المجال هو بداية التعاون عربي اقتصادي حقيقي في مجال نقل القهرباء نتيجة لأن جميع أسباب النجاح متوفرة وباتت مناسبة ومتاحة بالنسبة لكامل الدول العربية في هذا الإطار إجمالا دعاء نستطيع أن نقول أن هذا الاجتماع قد ينتج عنه موافقة بالأغلبية على هذه الاتفاقية وبالتالي سيكون خط يقاس عليه ونقطة بداية لتكامل الاقتصادي عربي في مجال الكهرباء والاجتماع لا ذال على حاله ولم ينتهي حتى اللحظة ويتوقع أن يصدر بيان يعني يوضح كل المناقشات التي تمت في خلاله وأيضا يعني بند الموافقة على هذه الاتفاقية خلال الساعات المخبلة نعم من الجامعة العربية محمد أبو عيد المرسل أكستر نيوز شكرا جزيلا لك